لا تزال الأوضاع الإنسانية في السودان تنحدر نحو الهاوية وذلك في ظل الحرب المشتعل بين الجيش وقوات الدعم السريع واسطت حذيرات دولية من خطر مجاعة وشيك في حال استمرار الصراع لفترة أطول السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قالت في بيان إن السودان يعاني وإلى تحرب أهلية منذ أكثر من عام وإن الوضع الإنساني هناك هو الأسوأ في العالم ويتعين على جميع الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح بيان جرينفيلد دق نقوس الخطر عندما أشار إلى أن الكثير من السكان يأكلون أوراق الشجر ويغلون تراب ليطعم أطفالهم مؤكدا أن طرفي الصراع عرق لاعمليات تسليم المساعدات الحيوية على الرغم من الجهود التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ختمت بيانها بالقول إن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى نهاية فورية للقتال ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق والانتقال إلى حكم مدني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وكان آخر التحذيرات الدولية ما أعلن عنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع والذي تحدث عن خطر مجاعة أكيد في أربع عشرة منطقة بأنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب أكثر بين طرفي الصراع هناك ترجمة نانسي قنقر